اهلا بكم مشاهدين متابعين في كل مكان نتمنى بان نشاهد مع المباراة كبيرة في ظل هذه الاجواء ساسعد بصحبتكم من كبيرة التعليق برئب المباراة على قدر الحداد وان تلبي كل الرغبات وان تكون بقيمة ومكانة الفريقين ليوني المسي ينتقدم للامار تدخل وكرة بعد ليوني المسي تيمو فيرنر وصلت الى رونالدو هذه فرصة هدف ليوني المسي مسي يضرب تصدي قوي تدخل لاجح على كرة ليوني المسي تدخل سليم مفتكات سليم لكرة ضربة مرملان تلعب في هذه اللحظات يستعيد الكرة بدون ارتكاب خطا ليوني المسي ليوني المسي يدفر سخطينة مع ليوني المسي رونالدو تدخل جميل من اللاعب ديفيد بيكام ليوني المسي نايمار الحكم يعلن ضربة حرة لمصلحة مارسيليا كرب تنقطع بعد تحرك جيد من اللاعب ليوني المسي فرصة خطيرة لتأخذ في النتيجة والهدف يأتي الضغط مستمر الإصرار على الهجوم أخيرا الكرب في المرمى هدف مستحق مجهود كبير من الفريق حتى لا في هذا اللقاء إذن أول هدف هذه المباراة مشاهدين ومتابعين نتيجة واحد صفر الآن تدخل بشكل سريع شفت استعادة الفيابي النجاة المثالية الشرط الأول ينتهي الآن الفريقان إلى غرفة الملابس ولا ناح الشرط الثاني يبدأ من باريس الجماعة نايمار وفرصة هدف فلال نايمار يا ربا هدف اعتلال ينجح الفريق الباريسي في توسيع الفارق إلى هدفين مع إعادة للهدف نشاهد الانطلاق المميزة والمجهود الفرد الكبير في المرور حتى لحظة التسجيل إذن نعودة للمباراة المشاهدين الكرام والنتيجة للهدفين مقابل لا شيء نايمار جينيور فيل فودين كريستيان بوليسيج والكرة خطيرة بعد ابتكاك ممتاز في مناطق الخاصم ينقذ حرص المربنة كما زلت خطيرة تخرج إلى فربا ركنية ركنية تنفذ بشكل قصير تدخل كهذه لحظات استخلاص لهذه الكرة بشكل مثالي تدخل ممتاز بيخلص الخطورة من نطقتها كرة عبرت الخط وضربت مرمى فان تايك ضغط متقدم على الخصم ملعوبة إلى ليوني المسيم نقل اللعب للجهة الاخرى الله على التدخل مثالي شوف كيف خلص الكرة نلعب الآن في الدقائق السابع الأخيرة دفاع قوي وتدخل افتكاك الكرة رونالدو تيمو فيرنر الله على التصدير اشتركوا في القناة